بسم الله الرحمن الرحيم محتصم حامد بلا جامعة النيلين كلية علوم الحاسوب وتقاناة المعلومات درس الموظم معلومات محاسبية الفرق الخامسة هتكلم عن حاجة يسمى تري اوبون سورس داتاماين صفتوير عند أبلوكيشن في البداية قلنا تاريخ هزم البرمجيات في تنقيب البيانات غصيرة ولكنها بنجدها حافلة بالأحداث بالرغم انه تم صياغة بتاع مصطلح التنقيب عن البيانات في منتصف 1990 حيث الإحصائيات والتعلم الآلي وتصور البيانات وهندسة المعرفة كانت من المجالات التي تساهم لي لاستخراج البيانات في ذلك الوقت وكذلك طورت واستخدمت بفعل لاستكشاف البيانات بنجد انه واجهة المستخدم من أوائل برامج التنقيب عن البيانات وهناك مجموعة من الأدوات التي تم تطويرها من قبل مجتمع البحث وتحليل البيانات وهي بتمنح لي مجانا باستخدام أمر تراخص المصدر المفتوح بداية المصادر المفتوحة التي هي بحكم التعريف قابلة للتمديد قد توفر لي مرونة كبيرة وتتعامل لي مع أنواع مختلفة من البيانات فيما يليس نقدم لينا مجموعة من أفضل البرامج مفتوحة المصدر في تنقيب البيانات خاصة مع التركيز على واجهة المستخدم الخاصة بهم أول برنامج هو عبارة عن برنامج تانجرة هو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر في تنقيب البيانات تم تطويره في فرنسا ووصدر لي عام 2004 بنجد أنه هو عبارة عن مجموعة لتعديل البيانات التي تم إنشاءها في واجهة المستخدم الرسومية لمعالجة البيانات ومكونات التحليل حيث يتم تنظيمها في بنية شجرة بتجبه لها المكون الرئيسي بتمرير البيانات إلى أبداعها بتم لي استخدام نموذج تانجرة لزيادة جدول البيانات مع عمود ترميز التوقعات التي يتم لي تمريرها بعد ذلك إلى عنصر التغليم كنا على الرغم من أنه يفتغل لي إلى التصورات الأكثر تغدما إلا أنه بنجده غوي بشكل خاص في مجال الإحصائيات ويقدم لي مجموعة واسعة من أحادي ومتعددي المتغيرات المعالمية دي لغطات من تانجرة مع الخطوات التجريبية المعرفة لي في العمود الأيسر البعطات ليحمل لي البيانات ويستحر لي محطط التشدد في الجانب الأيمن ويختار لي مجموعة من المميزات بحسب الاغطباط الخطي ويختار مجموعة فرعية من الحالات على أساس مجموعة من الشروط بنجد أن البرنامج بحسب لي الاخطباط ومخطط التشدد لهذه الحالات اللهي طريق بتصحر لي فقط مُتعددThall policial بالإحصائيات ومخطط التشدد على الجانب الأيمن من ناحية التغنيات فإنه بيشمل لي تحليل المراسلات وتحليل المركبات الرئيسية بنجد أن البرنامج بتاع تانجرة بيقدم لي تقارير الاحتمالات المشروطة والتقييمات الإحصائية المختلفة بسم الله الرحمن الرحيم محمد الطيب إزحاق حمودة جامعة النهيلين كل يد علوم الحاسوب وتغاند المعلومات نظم المعلومات المحاسبية في المستوى الخامس مؤقتا لبرنامج Open Source Data Mining Software and Application بناء مزال لبرنامج الويكا وهو واحد من البرامج المفضوحة المصدر التي تعمل في المجال التعدين أو التنغيب في البيانات وبرنامج الويكا هو عبارة عن برنامج خاص بخوارد ماذا التنغيب عن البيانات والتعلم الآلي للزادة وهو مجموعة من البرامج التي تدعم آلية التعلم وتساعد على التعلم الزادة والتي تدعم عديد من المهام لإستخراج البيانات النموذجية تنحصل مهام البرنامج أو عديد من المصادر حقتها لتشهيد البيانات تجميعها وتصنيفها والانحدار والتصور واختيار الميزات وتستند نياته على فرضية أن البيانات المتاحة لألف واحد أو تكتل لبيانات ذات علاقة حيث يتم تصنيف كل نقطة بيانات من غبال عدد محدد من الصفات الويكا يوفر الوصول إلى غاية البيانات SQL أيضا باستخدام عالية اتصال جافة لغاية البيانات يمكن معالج ذلك ويتم إرجاعها بواسط استعلام غاية البيانات أيضا برنامج الويكا أو هو عبارة عن برنامج طور من غبال جامعة ويكاتو في نيزلندا وهو مكتوب بلغة جافة كما ذكرنا وهو يعمل تحت رخصة GPL وهو يعمل تحت عدد بيات لينكس ويندوز ماك عندنا هنا في الشكل برنامج الويكا واجهة المستخدم الرئيسية التي يمكن يوصول إلى نفس الوظائف للتنقيب على البيانات من سطر الأوامر أو من خلال واجهة معارفة تفق منصر الغايمة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم المعيس خلف الله وض الله جامعة النيلين كل يود المحاسوب وتقاناة المعلمات قسم نظم المعلمات المحاسبية الفرق الخامسة أنا حتكلم إن شاء الله عن الكنائم وهو يوجد من الـ Open Source Data Mining ويوجد لك الكينايم دي أداة صممت لجمع البيانات التي تتم تشغيلها داخل في التنمية في الـ IBM غاليك والبيا والآبليكيشن ده سهل جدا بلانه المطالبات حقته بتعمل لاته واللودين شنو سهل جدا والكي نائم ده مكتوب بشنو بالجافة and can be extended its library to build and supervise it والكلام ده يعني شنو يمكن يمتد المكتب الدمج في الاشراف مع الاشراف مواصلة الكلام بتاع الكي نائم قلنا هي اداة غير خاضعة للرغابة مع خوارزمات التنقيب بالنسبة لخوارزمات التنقيب التي تقدمها الويكا ولكن على العكس الكي نائم جاي من جامعة تييل يتم تنظيم البرامج البصرية المستتدفق البيانات المستخدمة معاي ويتم عن طريق سحب العقدة من العقدة الى مستودع الجزء الأوسط في المؤشر اللي هو هنا كل عقدة كل عقدة شنو تؤدي وظيفة معينة مثل اقراءة البيانات والترشيح والنمزجة والتصوير او وظائف مماثلة على العقدة شنو انها تعمل مدخلات الانتاج اللي هو هنا عندنا المواني ومعظم ارسال الاستقبال البيانات في حين ان بعض النمازج البيانات مغبضة مثل الشجار بتاعت التصنيف بتاعت البيانات على عكس على عكس العقدة ويكا التصنيف انه تم تمييزها باشنو بوضوح ده كلام ده كلام ده كلام اللي هو الكينايم بتاعت الزميلة البعدي حيواصل عن كلام متاع الورنج وهو برنامج مفتوح بسم الله الرحمن الرحيم بالمعظم طرق الماشين ليرننج فيه سهولة استخدامه وقابلية التعامل مع بيانات من البرامج الاخرى مثل الخاص بالويكا وغيرها بالإضافة إلى توفر البلغ إن يمكن إضافتها إليه مثل حزمة الهوين فورماتيك والتكس ماينين كما أنه يوفر مجموعة من البيانات القياسية المشهورة الستاندر داتا سيت لاستخدامها في التجارب مثل IRSI المسكولة في المثال على يمكن تحميج برنامج الورنج لموقع البرنامج الاتتب www.ailab.si slash orange slash الورنج هو استخراج البيانات على أساس العنصر وجناح آلة التعلم البرامج التي تحتوي البرمجة المرئية مجدية لكنها قوية وسريعة وتنوعا الأمامية لتحليل البيانات الاستكشافية والتطور وتثبيت بيسون والمكتبات للبرمجة إنه يحتوي على مجموعة كاملة من المكونات لميزة البيانات وتجهيزها سيلة الترشيح والنمزج وتقييم نمول وتقنيات الاستكشاف هو مكتوب في بيسون وسي ويستند واجهة المستخدم المسومي على إطار عبر منسطة QT بسم الله الرحمن الرحيم الإسم ثالي صلاح الدين جامعة النيلين كل لعد علوم الحاسوب تقاناة المعلومات قسم النظم معلومات المحاسبية مواصلة اللي ما ذكره برنامج من البرامج الحر المفتوحة المصدر تستخدم لتحليل البيانات عن طريق وضعها في إطار يتم إنشاؤه في محاولة لجعل بيئة البيانات أفضل ويستخدم فيه تحليل مصدر البيانات المفتوحة في شكل حزم مع واجهة المستخدم لخلق آداء تنافسية تجارية ويستند GHE World على لقة البايسون أيضاً وهي لقة عالية المستوى ولكن يمكن أن يستخدم ترميز جابا في استدعاء المكتبات الرقمية والرسومة البيانية لل GHE World